يواصل الجيش الوطني تقدمه بانضباطه وحزمه على جميع الصعود العسكري البحث من مهام عسكرية خاصة على وجه الخصوص وعلى كادر الوظيفي بشكل عام ومن غير المستساغ بل من المجافل المنطق أن يقارن أعداء الوطن من من ينظرون تحت لواء الخوانة والعمالة من حكومة الصخيرات أن يقارن أنفسهم بقوام جيش وطني ولاءه لله ثم للوطن ومن هذا المنطلق قيمة بمدرسة المشا والتعبئة بمدينة المرج وقيمة حفل تكريم بختام دورة أمري سرايا مشا بحضور مدير إدارة التدريب وأمري الأليات ورئيس هيئة الشهداء والجرحة نحتفل بالخريج وإنهاء دورة أخرى من الدورات التدريبية ألاوها دورة أمري سرايا مشا ألية رقم ثلاثة ونستعد لإستقبال عدد من الدورات الأخرى وهذا كله يأتي في إطار بناء القوات المسلحة البناء الصحيح وفق رؤية القيادة العامة وإدارة التدريب وحصنا تأكيدا منها على أننا فعلا بيد نخاطر ونقارع لها وبيد الأخرى نساهم في بناء القوات المسلحة وبناء على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشيخ خليفة حفتر تأتي هذه الدورات التدريبية ذلك من أجل تطوير الكفاءة القتالية والعملية لضباط وضباط الصف وجنود القوات المسلحة في الوقت الذي يرابط فيه أبطال القوات المسلحة في جميع الجبهات ضد أمور الظلام والإرهاب هاهم منتسبوا إدارة التدريب ومؤسساتها التعليمية يفضون معارك لا تقل نهمية عن معارك الجهاد ألا وهي تحديات البناء في المؤسسات العسكرية وذلك بعقد الدورات تلوى الدورات لتأهيل وتدريب الضباط وتخريج الجنود ليكونوا قادرين على تحمل أعباء المراحل القادمة واختتمت الدورات التدريبية للضباط وضباط صف والجنود أكدين أنهم على أهبة الاستعداد وتحت أمر القيادة العامة للقوات المسلحة للدفاع والذود عن الوطن من الأتراك الغزاه والميليشيات المسلحة التابعة لحكومة السراج علي الفيدي ليبيا الحدث